أعيش أعلك على نادي الزمالك اليوم نادي الزمالك النهاردة قدام بيترو أتلتكو مباراة كانت محترمة مباراة فيها فرص كتيرة ضيعة مباراة فيها كرات في العرضة وفي القايم مباراة غريبة بصراحة في تفاصيلها كلها هدف تاني لبيترو أتلتكو كان من تسلل واضح المباراة دي شفتها إزاي الأول بهن المستشار المرتضى على نجاحه هو قايمته وبتمنى لهم التوفيق لفترة الجاية النهاردة الزمالك قدى كابلة يعني برغم الجنين اللي دخلوا فيه أنا بقولك الزمالك النهاردة اللي بس الحتة اللي في القلب دي والتغطية العكسية لما الزمالك النهاردة لأ مستحوز ماسك كرة ده عجوان كتيرة قوي أشرف بنشارقي لما بيفوق بفوق الزمالك بنشارقي لما لما بيبقى واقف وكرة بتضيع منه كتير وبيتنرفز وميز بص الشوت الأول كتير قوي لما بتدي فوق بيلاعب عمل واحدة لب حلوة هو لعب كبير هو لعب ممتع حلوة جدا بس لما بيركز وانا بقوله في ناس دخلت نادي الزمالك ونادي الأهلي وخرجت من بابك كبير انت عايز تخرج اخرج من بابك كبير قصر الدنيا الكام شهر دول عايز تمشي بس يسيب ذكرى حلوة زي كوارشي زي إمانويل زي فيلكس وفلافيو في الأهلي زي جيلبيرت لما الناس دي زي علي معلول الناس دي لما بتمشي وبترجع مصر بشوف الاستقبال ليهم من نادي بتاعهم مش لازم يقع فيه مشكلة يعني مش لازم تقلت فرجاني فرجاني راح وبتاعه وبعدين استعطف الناس تاني لا انت بنشرق لك شعبية كبيرة فانا شايف انه هو يخرج من بابك كبير يؤدي لعليه الكم شهر ولو عايز يمشي عشان لما يرجع نادي الزمالك زاير يرحبه به اشتركوا في القناة